استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبودي مع القائم بأعمال محافظة البنك المركزية حسن عبدالله عددا من الملفات الاقتصادية فيما يخص المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزية بشأن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي وتدعيات الأزمة العالمية كما اطلع القائم بأعمال محافظة البنك المركزي رئيس الوزراء على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية